إلى ما قبل انقلاب سبتمبر 2014 لم يكن رمضان مجرد شهر صوم بل كان موسما للخير والعطاء وميدانا للتنافس في فعل الخير والوصول للمحتاجين والفقراء جاء الانقلاب ومعه تبدلت أحوال الناس فغدوا بين نازح ومهجر وملاحق وسجيء وشهيد أو جريح ومعاق وعدادوا الضحايا في تزايد وفي ظل سيطرتها ونهمها المادي ابتكرت ميليشيا الحوثي أساليب غير مسبوقة لجباية الناس وابتزازهم الأمر الذي يحقق الثراء لمشرفي الميليشيات وقياداتها على حساب معاناة المواطنين مؤخرا أصدرت قيادة ميليشيا الحوثي قرارا يقضي بفرض 500 ريال عن كل نفس يتحملها رب الأسرة باسم زكاة الصيام بعد أن كانت قبل الانقلاب لا تتجاوز 100 ريال فقط وفي المجال التجاري فرضت سلطة الانقلاب صورا جديدة لابتزاز الجهات والهيئات المدنية والتجار وتقوم من حين لآخر بحملات مداهمة تستهدف التجار أصحاب رؤوس الأموال والمؤسسات والمراكز التجارية حيث دهمت الميليشيا في صنع عددا من محلات الصرافة وأكبر المحلات التجارية تحت ذريعة التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية وطلبوا من ملاكها دفع نسبة خمسة في المئة لما يسمى مجهودا حربيا أكثر من ذلك وفقا لمصدر في جمعية المعاقين حركيا فإن الحثيين صادروا مواد غذائية تابعة للجمعية إجراءات تعسفية تضاعف من حجم معاناة المواطن وتضرب الاقتصاد المحلي في عمقه الأمر الذي يزيد من سوء الوضع المعيشي ويوسع من دائرة الفقر الذي يطحن المواطن في ظل حالة الانقلاب والحرب وتداعياتها